انشاء الله صباحكم احلى صباح وانشاء الله نهاركم اسعد يوم مرحبا بكم السبعة وواحد وعشرين دقيقة هاو جاي هاو جاي سيح بسلام الدين الهمامي السباح نور صباح الفل مرحبا نقول مرحبا لك انتي انا طبعا جمعة ماشال انتي معتا موجودة مو شمعة هاد نهار سبت خدمتين مو أنا جمعة نمشي نحسب الاثنين للجمعة ونهار ثلاثة خدمت مو شما بعضنا ثلاثة الليفات النهار الثلاثة خدمت صحيح 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 اتي عنا مودة اتي عنا مودة نبي لديك يقولو عنا مودة هاتواحش تكاذك عليش ماذا بنا تعطينا اشفام جديد عمدك تون بعض هم سلنا مبعض ان شاء الله تعطينا اهم اللي انو مشي تحت اكيد في المواطنين الموجدين البرا ومواطنين بالخارج واللي جيت تقريبا مع واتيت مع حكايتك القانون اللي تخرج في الرايد الرسمي واللي فيه حكاية الفسير واللي فيه الامتيازات جديدة للجبائية المواطنين التونسيين بالخارج وان شاء الله عودتهم ايمونة وان شاء الله بالفرحة وان شاء الله بتبعه هذا كله المصلحة التونس ومصلحة عائلتهم ومصلحة الناس كلها اكيد نمشي للزابينغ مع حسين معه ونعرفه اخر الاخبار واكثر حاجات تم تدولها سواء في موقع التواصل الاجتماعي وإلا على وسائل الآلم مرحبا بكم في زابينغ باش نحكي على اهم اخبار البرح توقع على تداوله برشا وولا فيرال اما بطريقة معتها فيه اللي يجيبوا فيها سلبي بتبعه نحكيه على تسلهم هذا الاخبارش يقول تونس تسلمت من منظمة الفاو او منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة ما مجموعه مئة دعسوقة مقاومة للحشرة القرمزية نحكيه له هناك الدعسوقة هي كالكوكسيني لك الصغيرة كنت ذكرها نسفيلوا بها ساعات كنلقاوها الحمرة اللي فيها نكتك كتك اي نعم اي نعم ذيكا الاخت الدعسوقة شا اسمه هي بالدرجة؟ ولقعت لو جال اسمها خاطر نذكر تلموع نثبت عليه ثبت صغر كان عنده اسم بالدرجة نسينيه على كل الدعسوقة ذيكا هي كان ام السيسي قالك ايمن فما ليسميه ام السيسي فما ام السيسي همش كنقوله ما ما نعرش يظهر لي عنده اسم يخلا بار ام السيسي كنت نفرح بها نقول قيت الخنفوسة الحمراء خنفوسة الحمراء توكورو كاو هي كانت بنائيا على طلب وزارة الفلاحة والموارد المائية والسيد البحري اللي انقاذ ما يمكن انقاذه من صابة الهندي او الصبار او التين الشوكي كل واحد كما يحب يسميه الهنية حبيت نعطي معلومة تونس هي ثاني منتج عالمي للتين الشوكي بعد المكسيك المكسيك هالولة تونس هي ثاني بخمسمية وخمسين الف طن سنويا تبقى تونس هي رابع مصدر خطر احنا شعب مستهلك للهندي نحبو ياسر الهندي مين اللي عند؟ حبو نحبوه متاعنا وتقريبا يظهر لي الثمرة الوحيدة لقاعدة بيولوجيا 100% في تونس ومشو بيولوجيا برسلين نعرف بعض الهماكن ينزلوا عليها ساعات بدويات باش تعاود تجيب مرتين في العام أما هذا ما يمنعش إلي الوزارة وعملت ميزانية باحدش مليون دينار وجابت ما يمكن حاولت تتمنع في نيبل حسب ما شوفت الحادلين في نيبل صابة مريقلة في القاسرين بارتيات بارتيات جهة الساحل مشيت صابة كل متاع الهندي للأسف الشديد مشيت معاش نجموا ننقذوها صعيب صعيب لانه هم يتلموا على تابية يستهل كل فيها الكل ينتموت باش تعاود تحية مرة أخرى يمنعاش سيزان كاملة لهنه راهوا ميات دعسوق اللي جابوهم راههم مقاومين معتها على ما يبدو لهنه السنية وتوضيح بتبيعة من المسؤولين في وزارة الفلاحة على ما يبدو هذو النوع مهجن معتها دعسوق مهجنة ما يشي دعسوق العادية اللي عندنا في تونس خطر حتى في تونس مزيت موجودة تراها مش بش شوفك أنا شوفت واحدة ما عنديش برشا ما شوفت واحدة أي تقابلها ساعات ما يش بالكثرة الليزمة هذا لما يبدو مهجنة معتها ما هيش النوع العادي تم تهجينها خصيصا لمقاومة الحاشرة القرموزية ومئة كعبة لطول الجمهورية فم البعض بدوا يحكي وبتبيعة ما كتعرف تونس يحبوا شوية هي الاخبار دار برشا لي أنه يمكن ظهرتهم غريبة أنه نجيبوا مئة دعسوق ماني أي وقلق فيها كورتيج وحماية أمنية ودرشنية وكل دعسوقها تبعث معها زوز موتورات وتبعث كربة تحل الكيس طيب هو ما فهم شوية هيك التنبير في الأمور هذي أما راهوا باش تحسوا الحكاية هذي مش طاونا بيلا في قوت بالضبط وقت لي تسخن الدنيا وقت لي تبدأ السابق بتاع الهندي وكلي براوت ما عاد شراوهم ما عاد شراوهم ما عاد شراوهم نس بيع بستروا الهندي بش يكون مقطوع ووقتها تعرفوا اللي مضرر لذرينيها جرة الحاشرة القرموزية عادة خمسمية وخمسين ألف طن سنويا نتجوه من التين شوكي من الهندي ما نعرفوش سنية قدامش تكون الصعبة كنخلتوا 10 برسونة تسمى بها برشا هتنشوفوا مجود داسوقة شنوام شعتي خطر ما نجم شعتي تاو في شهر شهرين ما عتيش هم عملوها تاو خصيصا لسيزون جاي على قل نجموش المنى وحاجة للموسم جاي لانه جزء من الموروثة الغذائي ومن التقاليد انتع توان سنونا ناكلو الهندي في الصيف واحدة من أحسن الغلال متعصيف وذلك من الحاجات اللي خلوني نحب الصيف الحاجات الغالة تطلع في الصيف كل ناكلها فيش تافيو عليها اما الغالة تطلع متعصيف كل المفضلة عندك الهندي عندك الدلاء وعندك البطيخ وعندك الخوخ يحب خوسيم الهندي المقشر نعرفين نحب صرتو مقشرة الهندي المقشر هني ركزت نا يبدو مقشر ناكلوه اما مش مقشر فيه وعليه نشير حاجة اخرى المرهيذي البرح في تدارك للفوضى اللي صارت مؤخرا نحكيو عليها القنصرية العامة للجمهورية التونسية بجدة نشرت قايمة محينة لستين حاج وحاجة توافئو في البقاع المقدسة الله يرحمهم ان شاء الله من دنيتهم من جنتهم يكيد ويصبر عائلتهم لانه صحيح فما برشا يتمنى بش يموت غاديك في المملكة العربية السعودية وكون قريب البيت ربي كما يقولوا هي روسمة كل واحد هو حر هي اراضي مقدسة اراضي مقدسة اراضي مقدسة يقول معنى يحط في بالو لي كان يتوفى غاديك كان يجيل اجل غاديك فيحب ذا اي نعرف انا شخصية نعرف برشا يتمنيوا يمشوا غاديك فقد جزت بش يتوفى يكونوا اقرب كيفش يحب مالهنى نحكي كاتوينسة على الاقل فما سوي في الحكاية دي وعائلاتهم ما يتفجعوش عليهم يحسوا فما ناس قولي توفي وقالي لا ما عندما قدش اللوج هكا يكونوا مفقودين هي الفجعة والانتظار اي نعم خيب حاجة خيب ياسر خيب ياسر خيب ياسر على بعض البلدان تونس ليش موجودة على رأسهم مصر في البلدان اللي تم إلغاء الفيزاة السياحية المبارشة مصريين سيدا صار فيهم مصريين فوق فوق الستمية حسب لاف بي قالي فوق الستمية والحاجة ثانية اللي انو باش تمشي انت غاديك اريز انك وكالة اسفار هي معتها وكالة الاسفار التونسية تنسق مع وكالة اسفار موجودة غاديك في المملكة العربية السعودية فمشكون حتو في الحبس اللي موجود غادي لانهم ما تبعوش الحكاية للاخر عندك ضيوف وعندك كذين نرمال ما تكون معتها واضح معهم متباح موقتي يدخلوا ووقتي يخرجوا في المشياء وكل شيء وهذا إذا ما كانوش متواتين معاهم الوزارة أزرت بلاغ وزارة شؤون دينية قالت لي البحث مستمر على باقي المفقودين لأنه فما مزالوا مفقودين مزالوا مفقودين نعم على كل إن شاء الله يلقى وهم إن شاء الله ما نتصورش ولكنه في السخانة ذي هاو كهده شوية دقس فيديو آخر ولا فيلال على مواقع التواصل الاجتماعي ودار برشا دار على الأخر ونستناوت معا تصريح من مصدر رسمي ووضحنا الموضوع والإجراءات المتخذة في الحكاية هذي هو فيديو والراجل تعارك ومرتو وهذه حاجة عادية وتشير في العائلات الكل تعارك ومرتو افضحها افضحها بأي ناحية خرج عمل الفيديو وصور فيه الدويات اللي مراوحة بهم من سبيتار مرتو تخدم فيرم لها في سبيتار في مستشفى عمومي وتروح ومش بالدويات مكينة لقياس الضغط مكينة لقياس سكر مكينة لقياس دم الدويات قالوا يحكي قالوا شوفوا الدويات شوفوا الزرق شوفوا الكمبريس شوفوا درشنية ما هيش ما تلقاهش في سبيتاراته ما تلقاهش ما تلقاهش موجودة في داري بطبيعة مهنا هو سكت سكت ويراء وراضي ومباعد فجأة كيتعارك معاها اي كان مجيش تعارك معا ما يقولش هذي اي كان مجيش تعارك معا يزم يتحاسب معاها زيدهو هو يزم يتحاسب معاها اما هو كما نقوله معتها متأخر خير من ما يجيش جملة هو كقال في الأخر هو اما هذا ما يمنعش انه فما برشة باش ما نقولش ما نحبش نعمم فما نيستخدم بضمير وكذي اما راية تجاوزات كما هكا باش ما تخلينيش نيخدوا فكرة خايبة على المستشفيات العمومية وعلى الصحة العمومية ماذا بينا في اقرب وقت يسرحوا هال الحكاية موجود منها او لا وهل تم اتخاذ اجرائيات في حق الممرضة هذي او لا وبتبعاء رجال هايزم يسالوه عليش كنت تساكت البرود هذي الكل هل كنت مستنفع من الحكاية او خوفا من زوجتك او لانه خرج الموضوع هيدرون وماذا بينا ما نحبوش العارك وانجينيرا لما نحبو ساعات حاجات كما هكا باش تخرج اللي المخبي باش نتعديو المرهيذي اللي ويغتب لي موضوع هو حسب رئيس لجنة التختيت والاستراتيجية والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان هذا مكل شادهم واحد بركة اللي هو السيد شفيق الزعفوري يقول اللي الهناي وحط لي ركزي مع الرقم يقول الف مبنى مهدد بالسقوط في تونس العاصمة منهم مياه يلزمهم تدخل عاشر هو كلمه صحيح ما راه كتقول لي الف الف رو رقم شوية رو خطر تقريبا قال على مستوى تونس العاصمة يعني كنباده شوية على العاصمة فما في برشة بلايس في برشة بلايس هذيكم بعض شوية بلزموه على مشكلة متاع المشكلة الأول والأخيرة صحيحة التربة لي عنا كلمي لوسي وكذا وديما ترخي البنية هذي حاجة معتها معروفة حتى عم تتحكي مع المهانسين يقول لك راهوا فما التربة متاع العاصمة وما تعاونش برشة في البني هذي اللولة الثانية راهوا كتاب ده فما سيينة في تمشي اللوروب ولا تمشي مثلا على الأقل حتى من قولوش فرنسا ولا إيطاليا ولا ألمانيا تمشي حتى للتشيك والمجرك البولدان يذوكم فما بنايات ترقاهم من العصور الوسطى من عام 1600 وعام 1500 وعام 1700 ومزالوا شا دنيا رويحة والعناية يلزم عناية وتواصلة ومتوا بني جديد ويرخ فما بالك بني قديم هو لو كمش نحسب المتداعي للسقوط يرخ قبل البني تبناء في عدد فرنسا للأسف لأنه الغشة واليات موجودة ونسي أعطيها جسد ابني تك 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 ما سيليش معتها وبيع المواطنين ناس لا تراعي القانون ولا تراعي ربي في الحكاية هذي هذا بتبقى للمتابع الموضوع البناية الأيلة للسقوط لأنه فما مشكل زادها تشريعي لأنه مرة نذكر ختمت على الحكاية هذي قال لك المشكل تشريعي أنه كي تبدأ البناية خاصة ما تنجمش دولة الدخل مثلا أنا نملك دار أي كي عندهم ماليها بتبقى إلا أنها تجبر قانون يجبر كل المريكين أنهم يتلهوا بالمباني متاحهم فما ديار في وسط البلاد نحكيه في وسط العاصمة ما التقاههم ديارة ذوما ممكن يتويرثوا فيهم العائلات من أربعة أو خمسة أو ستة أجيل الدار هذي تلقى فيها على أقل ستين سبعين شريك باش تيخوا توريزيسيون باش البلدية تبدل لزمك ستين سبعين شريك يزمي يصحوا وبرلمهم مع ذاك الستين سبعين يلزم تكون فما ألي تخلي الدولة تدخل إذا كان البنية ذي تم تقديري اللي هي بنية أثرية معناتها من المواطن ما عاش عنده فيها حتى دخل هو الحقيقة البلدية يزم تهتم بالموضوع ويزم هي تسهر على أولا المشهد عمراني في برشا بلدين ما عندكش الحق أن تدهن باركونك بلون مخالف للبرك الأخرى ما عندكش الحق تبدل لون البنية يزم الحي يكون لكله متناسق ما عندكش الحق تبني باليجور ما عندكش الحقيقة أخي أعملوا سيم بيض جاير أعمل تصرف أما رو كتشوف المنظر متعلي يجور في بلاسها معتها بالحق متصورش خيبة من المفروض فمأمة العمرانية يزم يتم احترامها والبلدية تسير على الهدير على الورقة رو كتشوف الموديل معتها المثال اللي يجيو بشيخ ذبيه مثلا الباترون اللي يجيو بشيخة مالية رو تشوف حاجة معتها تبكي تقول بالرسمي تنصب والواقع حاجة الواقع والتنفيذ هو راهم مشكلة كبيرة يسر فلذلك إن شاء الله يسهلوا القوانين تكون متماشية برشا مع روح العصر وتحاول أكثر من هكا لأنه هذي بلادنا بلاد سياحية يزم يكونوا بتبعها فيديل على الأقل للصورة السياحية متع تنصب شكرا لك حسيم دين همامي بعد لحظات نمشيوا للمهد الوطني للراز الجوية أحوال الضقص